اهلا بكم الى مجازي اخبار الان ضبطت دورية امنية تابعة لجيش احرار العشائر سهريجا مياه يحتوي على اسلحة ودخائر مهربة بالقرب من مخيم الرقبان ومحيطه في البادية السورية وقال مرسل اخبار الان ان السهريجا ات من مناطق تخضع لسيطرة النظام والميليشيات المساندة له مضيفا ان النظام السوري يحاول تهريب الاسلحة الى المخيم لادفاء السبغة الارهابية على سكانه واتهامهم باواء جماعات مسلحة ما يعطيه الضوء الاخضر لقصف المخيم اعلن مبعوث روسيا الخاص الى سوريا ان الاتفاق على اقامة منطقة الرابعة لخفض التوتر في سوريا اصبح قريبا جدا مع بدء جولة جديدة من المحادثات في كازاخستان لانهاء الحرب المستمرة منذ اكثر من ست سنوات اضف الكسندر لفينتيف للصحفيين بعد محادثات في استانا بين الاطراف الثلاثة الراعية لمحادثات بين ممثلي النظام والمعارضة السوريين روسيا وايران الداعمتين للنظام وايضا تركيا الداعمة للمعارضة ان الاتفاق سيتم يوم غد الجمعة ارتفعت حصيلة ضحي الهجوم المزدوج الذي تبنه تنظيم داعش في جنوبية العراق الى اربعة وستي سبعين قتيلا بينهم سبعة ايرانيين وسادف الهجوم مطعما وحاجزا لتفتيش غرب مدينة النصرية في جنوبية العراق بحسب ما اعلنت السلطات صوت البرلمان العراقي لصالح اقالة محافظ كاركوك نجم الدين كريم وذلك بناء على طلب من رئيس الوزراء حيدر العبادي ويأتي قرار الاقالة بعد موافقة المحافظة على المشاركة في السفتاء الاستقلال الذي ينظمه اقليم كردستان في الخامس والعشرين من ايلول سبتمبر الجاري رصد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان خمسة وخمسين الفا وثلاثمائة واربعا وثلاثين حالة انتهاك وضرر مادي وبشري في عشرين محافظة يمنية خلال الفترة من الاول من يناير كنون الثاني وحتى الحادي وثلاثين من يوليو تموز الفين وسبعة عشر ارتكبت غالبيتها من قبل ميليشيات الحوثي ورئيس المخلوع علي عبدالله الصالح وافد تقرير للتحالف ان تسعمائة وواحدا وعشرين مدنيا قتلوا نتيجة عمليات القصف الممنهج للاحياء السكنية وغيرها لقي عشرين شخصا على الاقل مصرعهم اثر غرق مركب يقل عمالا في نهر يمونة في شمالية الهند بحسب ما اعلنت السلطات مشيرة الى ان المركبة كان يحمل اكثر من طاقته وتكثر في الهند حوادث السفن خصوصا بسبب الحمولة الزائدة قالت دراسة جديدة اجاها باحثون من المهد الدولي لطبي النوم التكاملي في جامعة سوكوبا في اليابان ان قصب السكر يمكن ان يساعد في علاج الارق الناجم عني الاشهد يتم المجاز شكرا المتابعة اشتركوا في القناة